معنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور مساء الخير سيد مصدق بور يترى هل تغير هذه التصريحات لنتانياهو من أهداف إيران في سوريا نعم شكرا تحياتي أهلا بك طبعا مثل هذه التصريحات ليست يعني منذ السابق هذه التصريحات تكررت دائما يعني على الأقل يعني خلال الحكومات ننتانياهو المتعددة دائما في بداية هذه الحكومة وعندما أيضا يواجهون مشاكل داخلية وبالتالي وعزمات داخلية هم يرجعون إلى مثل هذه التصريحات هذه التصريحات في الواقع يعني هي تعبر عن مسائل يعني موجهة إلى الداخل كما لاحظنا من التصريحات كوخافي الذي غادر الجيش وجاء بديله هليفي وأيضا يعني خاب أماله هو لم يتمكن أن يقدم شيء أو يبني ولكن يا سيد مصدق بور لا يمكن إنكار اسمح لي سيد بور لا يمكن إنكار بأن إسرائيل وعلى مدى الأعوام الماضية قامت بضربات جوية طالت مواقع سورية وأيضا أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا إذن هي ليست أقوال فقط صحيح يعني إسرائيل لا هي تقوم توجه مثل هذه الضربات المحدودة في المقابل إيران تحاول أن لا تستدرجها إسرائيل يعني إلى حرب شاملة إيران يعني أكد أن يتتعامل ولكنها ترد ربما جانب الإيراني هو عندما يستهدف جانب الإسرائيلي هو لا يفصح عن ذلك يعني هو يرجع إلى السكوت يعني والإسرائيلي هم يعلمون كيف تلقوا الضربات ولكن اليوم ربما هناك تصور لا اسمح لي يا سيد مصدق بور لا بد أنه وجهك بهشت النظر الأخرى سيد بور تقول بأنها كانت ضربات محدودة ألم تستهدف الضربات الإسرائيلية مواقع استراتيجية تتعلق بأسلحة وذخائر قدمت من قبل إيران لسوريا أو حتى لحزب الله أنا لا أعتقد يعني هي ضربت مصانع ومزارع ومعامل الدواجن وكلها كانت مواقع عسكرية تولتها مواقع عسكرية تابعة لحزب الله وتابعة لإيران ثم ليس هناك موقع عسكري خاص بإيران ربما هناك مستشارين إيرانيين منتشرين في معظم المواقع السورية وأيضا مستشارين من حزب الله موجودين ولكن هذه الطريقة وهذا الوصف الذي يصفون به غير صحيح أنهم في الواقع يعني ليس هناك مواقع إيرانية استهدفت يا صحيحهم ضربوا في الآونة الأخيرة ضربوا مطار دمشق واستشد ضابط السشاري من الحرس التوري صحيح ولكن كما قلت إسرائيلية تحاول أن تستدرج إيران وبالتالي إيران لا تريد حاليا وإن كانت حاليا تتوجه وتشعر إيران لا تريد حرب مع إسرائيل الآن لكنها قد تستعمل أيضا أذرعها كما يقول البعض في المنطقة لمواجهة ليس فقط إسرائيل ولكن دول أخرى أليس كذلك؟ لا إسرائيل فقط نعم وليس دول أخرى إسرائيل هي المستهدفة حتى من نوع السلاح ومن تسمية السلاح إسرائيل هي المستهدفة فقط وليس الدول أخرى الدول أخرى نحن نعي يعني أن هناك دول طبعت مع إسرائيل تحت ضغوط أمريكية وتحت ضغوط إسرائيلية وبالتالي نحن ربما نقدر هذا الشيء ولكن في نفس الوقت سوف نعمل بطريقة نشجع هذه الدول على أن تمتلك المزيد من الشجاعة طيب سيد مصدق بور كل ما تقوم به إسرائيل بغض النظر عن حدود هذه الضربات التي تقول بأنها محدودة إسرائيل تقول بأنها ضربت أيضا عمق هذا الوجود العسكري الإيراني ألا تعيق في النهاية ترسيخ طهران لوجودها في سوريا برأيك؟ أنا أعتقد بالعكس يعني اليوم إيران تشعر بأن إسرائيل ربما سترتكب حماقة وبالتالي إيران هي تبني منظومتها الدفاعية الجوية وتحاول يعني أن تستعين به كما تفضلت كيف يدرعوها حسب وصفكم يعني تستعين بهؤلاء ولا تخجل يعني إيران إذا أرادت أن تتحالف يعني مع الضقائية ضد إسرائيل على أساس تصورها بأن إسرائيل ربما ترتكب حماقة وبالتالي أنا لا أعتقد يعني الجانب الإيراني هو أصبح مستعدا هذه المرة سواء من خلال المناورات التي قامت بها وأيضا ربما الجانب الإسرائيلي هو يراهن على تدهر العلاقات بين إيران والدول الأوروبية خاصة بريطانيا ربما هي تشعر بأن التجربة صدامة ستتكرر لأن صدامة أيضا عندما عدم جاسوس بريطاني على الرغم من أن الحكومة البريطانية طلبت منه عدم هذا الجاسوس البريطاني لكنه عدمه وبعد ذلك بدأ العدل العكسي ضد صدام ربما إيران تشعر أن الجانب الغربي الأوروبي الإسرائيلي يريدون أن يستفيدوا لكن إيران ليسا صدامة سيانا إيران تمتلك أدرع كما تفضلت إيران تمتلك حواضن وأيضا تمتلك صواريخ وتمتلك القوة الكافية شكرا لك يا سيد مصدق بور هو يعاني من أزمة داخلية أشكرك سيد مصدق بور الكاتب والصحفي في طهران عذرني على المقاطعة شكرا